موسيقى الأكاديمية التي تأسست في مدينة مراكش في 2019 على إطار اتفاقية شركة مع إيطاليا نحن الآن كانت توجدوا بمقر الأكاديمية الدولية الحلزنة بمراكش بإقليم الحوز بالضبط يعني بأمزميز هذا الجهة والإقليم هذا اللي تتعتبر من الأقاليم الغنية بعدة منتجات فلاحية من بينها الحلزون اللي كانت تتخذ من الطبيعة وتعتبر أول منتوج خرج إلى إطار تصدير يعني أول منتوج كيف تصدر المغرب إلى دول أخرى اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط فخرج في الثاليتينات من العاصر الماضي مع الأسف المنطقة عرفت تراجع كبير جدا في إنتاج الحلزون من الطبيعة نظر للظروف المناخية والتغييرات المناخية والجفاف اللي عن طرفتها المنطقة غير ذلك فأنا المنطقة يعني غنية بعدة منتجات فلاحية أخرى يعني غنية بإنتاج زيت الزيتون وكان هناك تعاونية اللي كتشتغل على منتجات أخرى كمنتجات غدائية كالكوسكوس كان إنتاج الزرابي يعني منطقة غنية هي تعتبر من المنطقة اللي كتخرج لنا الزرابي رائعة فالأكاديمية الدولية الحلزون بهذا المنطقة هذه منطقة الحوز المقر ديالها اللي كين هنا في أمس ميز فالحمد لله يعني كيستقطب عدد هائل يعني من الناس اللي يعني مهتمة بهذا قطاع الحلزون في عدة مناطق يعني على الصعيد الوطني وعلى الصعيد جميع جهات المملكة فالحمد لله كنديرو تكوينات هنا بمقر الأكاديمية تكوينات نظريات تكوينات التطبيقية في مجال تربية الحلزون وأيضا كنديرو لقاءات تواصلية للتعريف بمنتج الحلزون وبهذا المشروع الحلزون اللي هو بقي جديد على الصعيد الوطني بصفة خاصة والصعيد الدولي بصفة عامة بالنسبة للإنتاج الوطني يعني واصل تقريبا ما بين عشرالاف وحتى الخمستاش الآلف طن اللي كيخرج من الطبيعة واللي كي تصدى الأوروبا خصوصا إسبانيا البرتغال إيطاليا فرنسا ولكن يعني كين هنا كان هدروع لباقي يعني عندنا نقص مع الأسف يعني يعني رغم أن المغرب تتعتبر من الأول مصدل من توج الحلزون من الطبيعة إلى أوروبا من جهة النقص جاي من أن بقي يعني القطاع غير مقنان بقي يعني مازال ما ما كينيش يعني قوانين اللي تتقدر أننا يعني تساهم باش تزيد بهذا القطاع إلى الأمام مع الأسف فهناك تفاوت ما بين الإنتاج اللي كيخرج العلبة وكي تصدر إلى أوروبا والإنتاج اللي كيبقى على الصعيد الوطني فلهذا يعني جادة تربية الحلزون إن شاء الله اللي غادي تعود لنا هذا النقص والصنقص الداخلي فعلى إطار اتفاقية شراكة اللي الدرس مع إيطاليا في 2019 فكان الهدف دينا هو نوصله لعشرين ألف طن الإنتاج ديال تربية الحلزون يعني من غير الإنتاج اللي كتخرج لنا الطبيعة واللي كي تصدر إلى أوروبا فإن شاء الله يعني غاديين دبا في إطار هاتشاركة إن شاء الله في الموسم ديال 2021-2022 فالحمد لله يعني قدرنا نستقطبوا موتيجين وقدرنا نستقطبوا مستثمرين اللي يدخلوا معنا كتعاونيات مستثمرين خواص إن شاء الله باش نخرجوا واحد المنتوج اللي هو خارج من طربية ديالحلزون مئة في المئة اللي غادي تصدر إن شاء الله في أوائل 2022 إلى إيطاليا بالضبط وغادي تكون أول عملية ما بين المغرب وأوروبا في تربية إنتاج الحلزون يعني في المنتوج اللي جاي من من التربية عواض المنتوج اللي كان يخرج لنا من طبيعة وإن شاء الله دبا في هذا الموسم ديال 2022-2023 قدرنا نستقطبوا يعني أضعاف العدد اللي كان معنا في 2021-2022 فإن شاء الله يعني غادي نعرف في السنوات المقبلة إن شاء الله إنتاج ديال تربية الحلزون سواء على الصعيد الوطني سواء على الصعيد الأوروبي اللي داخل في المعايير الدولية إن شاء الله اللي غادي يكون في الأسواق الوطنية والأسواق الخارجية الحمد لله يعني ما بعد يعني سنتين ديال الشغال على اتفاقية شاركة مع إفراقيا واللي كانت دخلة في برامج ديال الأكاديمية الدولية للحلزون فالحمد لله انعقدت شاركة شاركة مع دولة لبنين بالخصوص في أكتوبر 2021 يعني أكتوبر من السنة الماضية فالحمد لله ليستخطب عدد هائل من المستثمرين والناس المهتمة بهذا القطاع على الصعيد يعني عدت ليستخطب جميع جهات البنين والدول المجاورة لبنين فالحمد لله يعني حتى دولة البنين فرحبت بالاتفاقية شاركة وكانت حضرة معنا وزارة الفلاحة اللي قدمت لنا الدعم الكامل اللي كنشكرهم جزيز شكره وكانشكره حتى سفير المملكة المغربية بدولة البنين اللي قدمت دعم يعني لهذا الشاركة هذي فالحمد لله يعني الشاركة احنا غدين في الشغال ديالها فكين المستثمرين على رأسيهم السيد وزير فلاحة بدولة البنين اللي دعم هذي شاركة هذي وان شاء الله داخل المستثمرين الخواص داخلين معنا تعاونيات وايضا كين شاركة مع بنك اوف افريكا اللي هو البنك المغربي التجارة الخارجية سابقا واللي كي تسمى دابا بانك اوف افريكا داخلين معهم دابا افتفاقية شاركة ان شاء الله من اجل يعني دعم مشاريع لتربية الحلزون في دولة البنين وفي افريقيا ان شاء الله